متابعيني جميعاً على قناة إنفو تكفري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مروة سليمان وفيديو جديد إن شاء الله على القناة والنهاردة خبر من أخبار الذكاء الاصطناعي الفترة الأخيرة الموضوع بقى فعلاً فيه زخم كتير جداً والتطورات بقت سريعة ومتلاحقة بشكل كبير وأنا أعتقد أنتم زي تكونوا تعبتم من التحديثات السريعة وحاسين أنتم مش قادرين تركزوا مع نموذج بعينه ولكن يجب إن إحنا يكون عندنا أيضاً إلمام بكافة التحديثات الجديدة وكافة الأخبار على صعيد أنظمة الذكاء الاصطناعي لأن أكيد حنوصل لفترة من الاستقرار اللي فيها حنقرر أي نموذج هيكون الأفضل في الاستخدام وحيكون في نفس الوقت مناسب كتكلفة أو لو كان مجاني وحنقدر إحنا نستفيد منه النهاردة جايلكم بخبر جديد وهذا الخبر عن نموذج جديد نقدر نقول هو مش نموذج جديد هو النموذج مستنسخ من ديب سيك آر وان زيرو وطالب دكتوراه في جامعة بيركليب كاليفورنيا بيعيد إنتاج ديب سيك آر وان زيرو هذا النموذج وقال كده مصطلح متعرف عليه في التعليم أو التعلم هي لحظة الأها أو الأها مومنت ومصطلح الأها مومنت ده بيتم إطلاقه لما يكون في مشكلة معينة في مسألة رياضية وفجأة أدرك الطريقة الصحيحة لحلها أو عندي طرق كتيرة واخدها في بحث معين أو سلكها في بحث معين وفجأة أكتشف العنصر النائس مثلا في بحث معين أو نظرية معينة أو الطريق الصحيح فهي قادر أقول إن هما قادروا إن هما يوصلوا إلى فكرة تفوق الديبسيك أروان زيرو كنموذج من أنظمة الذكاء الاصطناعي النموذج اللي تم تقليده أو نسخة المقلدة اللي سموها تايني زيرو قالوا إنه هو تم تقليدها بكوس مقابل 30 دولار فقط طبعا حتة الميزانية إجمالي قدره 30 دولار ده ما نعرفش إذا كان ده صحيح ولا لأ ولكن هما اعتمدوا على الورقة البحثية اللي تم إصدارها من شركة ديبسيك عن نموذج الديبسيك أروان زيرو وقالوا إن في الورقة البحثية دي فيه جزئية وعند نقطة معينة والمرحلة المتوسطة قدر النموذج إنه هو ينتقل لمرحلة التطوير ومرحلة إنه هو يطور من نفسه وياخد وقت أكتر في التفكير ليصل إلى الإجابة الصحيحة وده يرجع إلى reinforcement learning أو تعلم المعزز اللي تم تدريب النموذج عليها هنا التعلم المعزز أو reinforcement learning اللي قيم عليها النموذج خلى النموذج يوصل نتائج غير متوقعة ولكنها متطورة في نفس الوقت حيكون دايماً فيه نموذج أساسي بيتم تدريبه بالطريقة التقليدية على المجموعة من البيانات لكن الجزء الثاني أو الطبقة الثانية زي ما بيسموها من reinforcement learning بتمنح النموذج القدرة على التعلم الذاتي عشان كده حنلاقيه دايماً فيه علاقة ما بين هذا النوع من النمازج ورياضيات أو الكودينج أو المنطق ليه؟ لأن هنا فيه إجابة صحيحة لازم نوصل لها وبالتالي التعلم المعزز هنا حيكون مفيد وبالتالي هذه النمازج حتكون مفيدة في هذه التسكات لكن نيجي بقى لتسك متعلق بالنصوص زي أنا أقوله اكتب لي قصة مثلاً إبداعية السؤال هنا يعتبر سؤال فلسفي شوية لأن هنا ما فيش إجابة صحيحة ولا إجابة خطئة فهنا عملية التعلم المعزز حتكون أصعب بكتير عشان كده دايماً تلاقي أن لما تخش على أي ريزونينج ماضل بتلاقيه مميز جداً في رياضيات مميز جداً في الكودينج لما تيجي عند النصوص حتلاقي الأفضل دايماً أن أنت تستخدم النمازج المدربة بالشكل الأساسي أو الشكل التقليدي الباحثون طبقوا فكرة اسمها فكرة الكاونت داون جيم والفكرة دي أن بيكون عندك مجموعة من الأرقام أو متسلسلة من الأرقام مثلاً ويطلب منك أن أنت تنشئ معادلة بيتساوي رقم معين فبيبتدي النموذج خطوة بخطوة يجرب لحد ما يوصل للإجابة الصحية يبتدي يتابع استراتيجيات مختلفة لكن في الآخر بيصل إلى الإجابة الصحيحة علاجة هب هو متاح وكل حاجة موجودة بشكل مجاني تماماً متاح تايني زيرو من ناحية مجموعة البيانات اللي هو الداتا ساتو من ناحية النموذج المدرب ومن ناحية كمان الكود بتاع التعلم المعزز هو رينفورسمنت لرنين كل دا متاح لكن تعالوا هنا نقول هل الموضوع دا ممكن يغير من النمازج الجديدة في المستقبل البعض بيقول أن ممكن في المستقبل يكون في العديد والألاف من النمازج كل نموذج بكل قدرة على حل نوع معين من المشاكل المعقدة بدل ما تعد تضرب نموذج أملاق عشان يحل كل حاجة وبالتالي التكلفة هنا هتكون عالية جداً لأنا ممكن أنشئ مجموعة من النمازج والنمازج دي كل نموذج مخصص لمهمة معينة وده ممكن يفتح المجال لتطور مستقبلي في هذا النوع من النمازج وأعتقد مع التطور الكبير اللي احنا شايفينه ممكن حاجة زي كده تكون موجودة قريباً جداً بالنسبة لنموذج النهاردة اللي تم الإعلان عنه اللي يعتبر استنساخ لديب سيك آر وان زيرو حطت لك الرابط في وصفة أسفل فيديو الخاص بالمصادر كلها العلاقة بالكودة على جيت هب على أساس لو في أي مطور يقدر أنه يجرب ينزله أو عايز يطور عليه أن في الوقت اللي أنا بسجل فيه الفيديو دلوقتي أوبن إي آي عاملة لايف بتتكلم فيه عن الديب ريسورش والديب ريسورش هي ميزة جديدة أو موضل جديد حيكون موجود داخل شات جي بي تي ومن اسمه بيوتيح البحث بعمق داخل انترنت وبالتالي بياخد وقت أطول لأنه فعلاً يعني هم قالوا يعني ده اللي قدرت أن أنا أبص عليه سريعاً كده من اللايف بتاعهم حياخد وقت طويل في الوصول إلى المعلومة عشان تاخد المعلومة بشكل أدق وأفضل وأحسن أنا بصراحة لسه ما شفتش اللايف كامل ومقدرتش أقف على الموضل الجديد من أوبن إي آي بشكل كبير لأن لسه هم لسه بفتحين اللايف من حاجة بسيطة لكن أقدر أقولك أن الفترة القادمة حتشهد يعني نوع من أنواع المنافسة الغير مسبوقة في مجال النمازج وحيطلع نمازج كتيرة جداً جداً وأكيد المستخدم هو المستفيد ولكن هنرجع نقول إن إحنا هنجي عند نقطة أكيد كلنا هنبتدي بقى نقف شوية ونرجع النمازج اللي إحنا جربناها ونشوف إيه أفضلها وموضوع التطور هتلاقي نفسك أنت مع الوقت مش هتشغل بالك بكل هذه التطور لو التطور زاد عن حد وفي وقت قصير أكيد الموضوع هيكون مهلك جداً للمستخدم لأنه بياخدش الوقت الكافي علشان يجرب نموذج بيظهر نموذج تاني وبيظهر نموذج تالت وساعة الفروقات ما بتبقاش كبيرة وساعة الشركات بتتكلم كل الشركة بقى بتتكلم عن النموذج بتاحها كأنه أفضل نموذج أنا شايفة بصراحة أن في بعض النمازج ظهرت في الفترة الأخيرة مش بالقوة اللي تم الإعلان عنها ولكن في نمازج طبعاً وفي نمازج مع الوقت ممكن تتطور ودائماً بقول لازم نرائب من قريب كل نموذج لأنه ممكن فجأة تلاقي شركة زي ديبسيك طلعت بنموذج قوي زي ديبسيك أرون وغير تماماً 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 من نمازج الذكاء وغير تماماً 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 من قواعد اللعبة أشوفكم في فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة InfoTek4You بنحاول نقدم لكم كل جديد ومفيد ونطلعكم دائماً على أحدث الأخبار خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي أشوفكم في فيديو قادم وزي بقولك في نهاية الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب لقناة لك كنتم بتشوفنا لأول مرة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولو كنتم متابعين الأعزام تنساش اللايك وشير وكومنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته